مئتان وخمسون فداناً هي إجمال المساحة المزروعة بالقطن في دلتاء أبيان خلال العام الأول لزراعة المحصول الذي توقفت زراعته لأكثر من ثمانية أعوام في المحافظة نتيجة لما يعانيه المزارعون من إهمال أدى إلى انحسار المساحات المزروعة للكثير من المنتوجات بينها القطن الذي ظل واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في دلتاء أبيان نحن زرعنا هذه المرة خمسة وثلاثين فدان تشجيع منها على سبيل عيد المزارعين إلى شجرة العطب هذه اللي نحتاجين لها اللي كانت تمون الدولة سابقاً وكان الدولة معتمد عليها تؤكد تقارير مكتب الزراعة أن نسبة الأراضي الزراعية التي تم اعتمادها لزراعة القطن في الأعوام القادمة ستتجاوز المساحة المزروعة هذا العام خصوصاً بعد تأكيدات السلطة المحلية بدعم القطاع الزراعي وتحفيز المزارعين على زراعة القطن باعتباره أحد المحاصيل النقدية المساهمات بشكل رئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني بادرنا نحن في الإرشاد الزراعي في محافظة تابين بدعوة المزارعين لعادة زراعة محصول القطن في دل تابين وهذه طبعاً هي نتائج هذه المبادرة غبنا بها وهي الحملة الإعلامية لعادة زراعة محصول القطن وبادر كثير من المزارعين الذين يحبوا زراعة محصول القطن ومهتمين فيه وقاموا بزراعة مساحات واسعة يعتقد المزارعون هنا أن الاهتمام بالمنتوجات الزراعية النقدية ومتابعة احتياجاتهم من قبل الجهات الحكومية سيسهم في زيادة عملية الإنتاج بالإضافة إلى ما سيحققه دعم هذا القطاع من إنعاش حقيقي للزراعة باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية الهامة فقط الاهتمام من قبل السلطات المحلية هو كل ما يحتاجه المزارعون في دل تابين لأعادة استثمار المساحات الزراعية بمحاصيل نقدية تعود بفائدتها لصالح البلد عموما لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان